اشتركوا في القناة نبدو بسم الله على بركة الله في تحذير هذه الوصفة السهلة والرائعة اذا حطيت هنا كمية من الخوخ كنت قشرته وقطعته الى قطع ثم نرحيه في المكسور او في اشواغ نرحيه جيدا هذه الوصفة تقدروا تستعملها مع اي نوع من الفاكهة اختبعوا الفيديو راح تشوفوا المكون الرئيسي الياحي والاساسي في هذه الوصفة اذا تبعوا معي الفيديو الاخير باش تشوفوا وش هو اللي اح نخدم به هاد الحلقوما بالفاكه اللي هي صحية ورائعة كذلك اذا بعد ما تحصلت على هادك رابيوغي تاع الخوخ اهنا اذا لازم نصفي هادك الخوخ هكدا باش نتأكد باللي ما بقالي فيه حتى يعني قطعه كبيره وفي نفس الوقت راني نوزن فيه المهم في هاد الوصفة هو المقادير المضبوطة اللي مناجح فيها لازم تكون المقادير مضبوطة اذا نوزن الخوخ اديالي بعد ما نجوزه منيح في الصفايا اذا بعد ما جوزته في الصفايا ها هو الخليط اللي تحصلت عليه تحصلتنا على حوالي 150 جرام من هاد الخوخ اذا المكون الرئيسي اللي احنا استعملوا في هاد الوصفة في تحضير هاد الحلق هو لاغاغاغ نعم راه متواجدة في الاسواق طلبوها فقط من عند بائع الحلويات راه متواجدة وكاينة الناس اللي يسكنوا في العاصمة راح تلقاوها في باجراح راه متوفرة اذا المقدار فقط تحتاج المقادير المضبوطة لكل 100 جرام من الفاكهة تكون مطحونة ومصفية 100 جرام من الفاكهة نحط حوالي 3 جرامات من اللاغاغاغ هذه هي اللاغاغاغاغ هذه عبارة تلعب دورت على جيلاتين ولكنها صحية اكثر وطبيعية هذه هي لما يعرفوها شها هي هادي تجي على شكل هكذا غبرة على شكل انبودغ وتدخل في تحضير يعني عندة وصفات مثلا الياؤغت تقدروا تدخلوا للجوجل وتتعرفوا عليها اكثر واكثر وتتعرفوا على مجال استعمالات ديالها بعد ذلك اذا نحط لغاغاغاغ ديالي في كاسرونا نضيف عليها كمية من الماء حوالي 3 او 4 ملاعق كبيرة من الماء هكذا ونبللها مليح في هاداك الماء ثم نحطها فوق النار على نار متوسطة حتى الدوب بهذا الشكل ونحطها فوق النار بعد ذلك الان ننوح نوزن السكر بنسبة للسكر دائما كما قلت لكم مقادير مضبوطة نفس مقدار الخوخ اللي وزنته ناخد نفس المقدار سكر اذا كان عندي 150 قرام من الخوخ خديت 150 قرام من السكر السكر كريستاليزي السكر العادي يعني ما تجيكمش حلوة راح تجي رائعة في المذاق ها هي هنلا قاقا قاقا تاعي بعد مذابت نضيف عليها 150 قرام هاداك تاع السكر ونبقى نحرك هاكدا على نار متوسطة حتى هاداك السكر تاعي يذوب نبقى نخلط التحرك مهم جدا والسكر راح يذوب بكل سهولة مع الحرارة بعد ما يذوب هاداك السكر نضيف هاداك لاب يغيتا على الخوخ بعد ما نضيف لاب يغيتا على الخوخ اذا بش نتحسوا على اللون جميل نضيف كذلك عصير تاع نصحبها ليمون عصير ليمون نحيطها مذاق رائع ولون جميل جدا هادا الحلقومة دينا كما قلت لكم يمكن تعوضوا الخوخ باي فاكهة تحبوها هاداك القارس هاداك القارس تقولي يعني رائعة رائعة تعطينا نتيجة يعني ولا اروع ووصفة ناجحة مئة بالمئة نتمنى تجربوها وتبحثوا على هادا على هادا المادة يعني احسن ملا جيلاتين واحسن ملا بيكتين تبقى صحية وطبيعية لانها ونخلط هاداك الفاكهة جيدا هكذا فوق النار كما قلت لكم نضيف عليها عصير تاع نصحبها قارس ونصفيوها كذلك هاداك القارس عصير نصحبها ليمون فقط وكمية صغيرة راح تعملوا يعني كمية صغيرة من الفاوكه راح تعملكم كمية لبس بها من الحلقومة ونبقى نخلط هكذا فوق النار لحوالي دقيقة او دقيقتين فقط حتى نشوف هاداك السكر تماما يعني بدا يدوب والخالط هاداك بدا يثقال ويعقد مع التحريك المستمر دائما اذا انا شوفو الخالط بدا يعقد بدا يعقد شوية و السكر تها انا داب كامل اذا نطفي عليه وناخد هاد الخالط بنا ثوجه في acab الشول الخالط بدا تساعدين باش نفرقوا في ليمونتع سيليكون الملتع السيليكون خدوا الشكل اللي عندكم رهم اشكل والوان في السوق خدوا الشكل اللي حبيته اللي يعجبكم او اللي ما عندهاش ملتع السيليكون تقدر تفرغوا مباشرة في اي صينية او في اي مول وتقطحها الى قطع انا هكذا قدرتها في ملتع السيليكون وندخلها للثلاجة حوالي ساعتين يعني رح تشدرها بسرعة نفس الشي هنا تعملتها بلافخاز هادي بالفراولة تبعت دائما نفس المراحل وزنت الفراولة تاعي وهي مرحية ومصفية حطيت لها نفس مقدار السكر وحطيت لها غا 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 كما قلت لكم لكل 100 جرام من الفواكه المطحونة نحط لها 3 جرامات من لها غا 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 اذا مهم جدا هاد المقادير فرغت ذاك الخليط بعد ما طاب وعقد فرغته هاكذا في طاس باش يساعدني اني نفرغه بكل سهولة في ملتع السيليكون بهاد الشكل ولازم نكونوا سريعين في هاد المرحلة لانها يعني تجمد بسرعة وهي سخونة مباشرة للملتع السيليكون ما نبحروش الوقت ريحة الفراولة راهي تشهي بنفس الطريقة اذا نكمل وندخل هاد الحلقه ما هادي ندخلها للثلاجة كذلك حتى تتماسك راح يعني ما تاخدش وقت كبير تتماسك بسرعة اذا بعد ما الحلقه ما شدت روحها هادي تعال الخوغ لها هنا امامكم راهي متتماسكها التماسك جيدا كما قد كنت تتماسك بسرعة وهادي تعال الفراولة اذا الان ديمولي الحلقه ما ديالي شوفوا الشكل ديالها صدقوني شكلها ولا ارواع في المذاق في الشكل في اللون كذلك لون جميل جدا لون طبيعي حلقوما صحية طبيعية كما قد كنت دخلوا لجوجل احتعرفوا كل اه كل اسرار تعلقا غا 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 يعني تعرفوا علي هادي المادة الصحية ونفس الشي بنسبة للفراولة شوفوا اللون الجميل لون طبيعي يعني الوصفة هادي قد من هدرا لها من اعطيهاش حقا نتمنى تجربوها وتحطوني في التعليقات رايكم بخيزان تاب لهكذا على المائدة في سهرة رمضان للضيوف حتى في الاعراس في المواسم كذلك ولا ارواع تحفة تحفة خاصة ان اللي يعجبني كذلك انها صحية هذه الحلقوما ديالي اذا الشكل والمذاق واللون راي يعبر على نفسه ولا ارواع اذا اللون تحفة كما را كنتشوفو امامكم صحية هذه الوصفة تعليم حبيباتي وهذا الفيديو تعليم نتمنى حبيباتي كنا لإعجابكم بالنسبة لأول مرة يشوف الفيديو نتمنى يشترك في القناة مع الضغط على الجرس ونقولكم لي متعودين عليان نقولكم بارك الله فيكم على التعليقات تعكم نشكركم دمتم وفيات دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اترككم مع هذه الصور الجميلة اشتركوا في القناة